اشتركوا في القناة يعني بلانت كرنيفور الناس بيعرفوا حيوانات من اكلة اللحوم لكن نباتات لاحمة الفكرة بحد زيتها بتخوف كأننا بعالم من الاساطير وافلام الرعب وفي اسطورة بتقول انه بيقى تغالما ده غشقر في شجرة بتأكل الانسان تقولكن هالأمر موجود؟ مين بيعرف؟ في حقيق بالطبيعة أغرب من الخيال بس اللي نحن بنعرفه انه في أكتر من 194 نوع دروزيرا بالعالم وهالنبتة بتأكل الحشرات وقت خبرتنا مكدا انه هالنبتة موجودة بلبنان وتحديدا بأحراج بسكنتها فكرنا لو بلها المشوار بركي هالنبتة بتأكل أكتر من حشرات فور وصولنا كانت مكدا صريحة معنا وقبلغتنا أنه طريقنا رح تكون صعبة حتى نوصل لموطن هالنبتة لكن بحلوة مرة ما ممكن نعمل خطوة تراجعية فانطلقنا وتقدمنا بحذر بغابة أشبه بالغابات الاستوائية ومع كل خطوة كنا نستشعر الخطر فامشينا بحذر متل كأننا بحق الألغان حتى وصلنا للنبتة الغريبة نحنا بنعرف بالعادة انه الحيوانات بيأكلوا نبتات اليوم رح نقلوا بالقعدة ورح نشوف نبتات بتأكل الحيوانات وبالأخص بتأكل الحشرات يلي رح نشوفه اليوم هي نبتة دروزيرا هي النبتة الوحيدة باللبنان من فصيلة أكل الحشرات هالنبتة موجودة باللبنان بمناطق مثل الميروبة مثل البسكنتا بالمناطق الرملية الأرضها كتير فقيرة هي لأنه الأرض كتير فقيرة النبتة ما فيها تاخد من التراب الغزة تبعها بتاخده من الحيوانات ومن الحشرات هوني هودة بالمناطق الكتير رطبة مناطق رملية لصول الأرض تبعها قسيد بيجمع فيها نوع من النباتات ما بيعيش إلا هون هوني بيشتغلوا مثل سفنج الأرض يعني وقت بتشتت الدنيا بتمتص كل الماء وهون مناطق ما فيها في منهم كتير باللبنان يعني فيها على الخارطة لبنان كل شي محلين أو ثلاثة بعدهم هيك وهون بتعيش هاد النبتة اللي جينا من بعيد كرميلة اليوم يلي هي لدروزيرا النبتة أكلت الحشرات هيد النبتة بدل ما تعملوا وراق متل كل النباتات الباقية اللي بيشبهوا هاي حولت وراقها لهيدا الشي على كل الوراق فيه وبر وعلى راس كل الوبره فيه متل نقطة مي متل نقطة الندة باش يشوفون الحشرات بفكرون مي بيجوا ليشربوون فاتهني هودة تلزيق بلزقه بس يلزقوا ما بعد فيهم يهربوا ما بعد فيهم يفلوا وكلما صاروا يتخبطوا ليهربوا كلما لزقوا بزيادة وهيك صاروا ملزقين والمواد الأسيديا اللي بهايد النبتة بتصور تهضموا وبتتغزى منهم بعدين كلما تتغزى كلما تكبر وكلما تكمش حيوانيت أكتر تحلقنا حول مكدة حتى نتعرف ونسمع خبريات عن أنواع تانية من النبتات آكلة اللحوم مش موجودة بلبنان نبتة دروزاريا اللي شفناها هي الوحيدة اللبنانية لنبتة اللي بتاكل الحشرات بس بالعالم ما نلاقي غير نبتات مثلي اللي عم نشوفون هون هون في عنا ثلاث أنواع هيدا اللي أكتر شي هي اللي بتاكل الحشرات اللي منقشع الورقة طبعا بتتحول وبتسكر إذا ندق حياة اللي حشرة فات بقلوة بتسكر علي اعتعدنا أنه هون نقطة الوصول لكن مكدة قرر تتكمل الطريق وتستكشف أسرار الغابي هودا من النباتات البدائية بيسموهم بالعربة زنب الخال إذا بدي سوم هون بسمو عيكة الصوت لأزاز هودا كانوا يستعملوهم من زمان محل السيف بنشفوهم وبحفو فيهم التناجر لإشياء طبع المطبخ لأنهم متل ورقة لأزازي بحفحفو هاد النبت اللي عم نشوفها هلا اسمها رودو دندرون اسمها شوي غريب بل زهرتها كتير حلوة العالم كتير بيحبوا يقطفوها وبيحطوها ببكيات زهور في عند خبرية شوي حكي عنا كتير بالتاريخ مرة الجيش اليوناني وصل على منطقة وعم يستحلها ودير ما دار هالمنطقة هالضايعة كان في كتير من هيدا نوع الزهر من نوع رودو دندرون بس وصل على الضايعة واستحل الضايعة فاتوا أكل كل العسل طبع كل الأهالي دغري شو صار بالجنود طبعو كلهم صاروا يهلوسو وصار عندو مشكلة اسهال شو يومين ثلاثة وراحة القضية والخبرية بتنعاد كزا مرة بالتاريخ كيف صار هالشي فات العسل يلي بيعمله النحل إذا كان بالمنطقة مثل هون ما فيه إلا هيدا الزهرة العسل بيكون فيه كمية كبيرة من رحيق الرو دندرون وهيدا الشي يلي بيخلى العسل يعمل مشاكل هلوسة واسهالة وبعض الإصابات بصفوف طلاب مجدى ما رح يمنعوها من التقدم فجأة وصلنا على شلال حسينا أنه انتقلنا لعالم جديد عالم من السحر والجمال الطبيعي نسينا مصاعب الطريق مشواري اليوم هو برهان على أنه بعد فيه محلات باللبنان ما طالتها إيد الإنسان هالجمال اللي شايفينه وراتنا عن جدودنا ومن حق أولادنا أنهم يشوفوه يتنعموا فيه عيش كتير بتشوف كتير وبتسمع كتير وبتتعلم أكتر مع مجدى اللي بتحب تنقل خبرتها وشغفها بعالم النباتات لكل محب للبنان الأخضر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر